هنصلي مع بعض البسخة المسائية يوم الخميس اللي هي تعتبر ليلة الجمعة العظيمة انا محتاج اعرف حضراتكم ان انا هبدأ هسيب الساعة الاولى هفوت الساعة الاولى وهبدأ من الساعة التالتة على طول وده لان الساعة الاولى فيها الاناجيل بتاعة البركليت واناجيل البركليت انا مسجلها في الستوديو في الحقيقة وحطتها على اليوتيوب لو كتبت كده عملت سيرش على اناجيل البركليت هتظهر لك الاناجيل بتاعة الساعة الاولى من ليلة الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة الاناجيل بتاعة البركليت اللي بتتصلى في الساعة الاولى النهاردة هي عبارة عن الاسحاحات بتاعة انجيل معلمنا يحنى البشير من الاسحاح التلاتاشر لغاية الاسحاح السبعتاشر اللي هي تعتبر الكلام الاخير اللي السيد المسيح تكلم فيه مع التلاميذ والصالة الاخيرة كمان اللي هو كان بيصليها وكان يعني فيها كمة المشاعر والطلبات الوداعية من التلاميذ والطلبات اللي كان بيطلبها من القاب قبل ما يدخل بقى على الاحداث السخنة بتاعة الصديب على طول فعشان كده انا بستأذنكم ان انا هفوت الساعة الاولى وهبدأ من اول الساعة التالتة على طول واسيب حضراتكم اللي منكم يحب يسمعها ويطلعها من على اليوتيوب هيلقيها موجودة وهي من اجمل الاناجيل في الحقيقة بتاعة البسخة ومتصليها برضو باللحن الحزيني فهتستمتعوا بيها خالص وتصلوا بيها طبعا احنا عارفين ان من اول ليلة الجمعة العظيمة بتبدأ الكنيسة بتخلي كل ساعة من السواعي بيتقري فيها اربع اناجيل متى مرقو سلوء ايوحان وكأن الكنيسة هنا مركزة جدا جدا بقى على اه انها تلم الاحداث الكاملة اللي حصلت مع السيد المسيح في كل الاناجيل كل انجيل اه 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 ايه عن القصة بتاعة الحدث اللي حصل في الساعة دي نبوات الساعة الثالثة من ليلة الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة من سفر حسقيال النبي بركات علينا امين وكانت الي كلمة الرب قائلا يا ابنى الانسان ان بيت اسرائيل سكنوا على الارض ونجسوها بطريقهم واصنامهم ونجاساتهم وصارت طريقهم امامي كنجاسة الطامثي فسببت غضب عليهم من اجل الدم الذي سفكوه على الارض ونجسوها باصنامهم فشتتهم في الامم وفرقتهم في القور لطريقهم وخطاياهم دنتهم ولما دخلوا الى الامم حيث اسم الكدوس حين قالوا عنهم ان هذا هو شعب الرب والذين خرجوا من ارضه فتحننتوا عليهم لاجل اسم الكدوس الذي دنسه بيت اسرائيل في الامم لذلك كل بيت اسرائيل هذا ما يقوله السيد الرب ليس لاجلكم انا صانع يا بيت اسرائيل بل لاجل اسم الكدوس الذي نجستموه في الامم الموضع الذي دخلتموه وقدستم فيه اسم العظيم الذي نجس في الامم الذي نجستموه في وسطهم وستعلم جميع الامم اني انا هو الرب يقولوا ادناي الرب مجدا للثالوث الكدوس كريالا يسون سوك تاتيقوم نمبيقوم نمبيزمون نمبيع مايشاينيه من با شويسي سوز بخلستوز با سوتير اغا سوز وفي سوك تاتيقوم نمبيقوم نمبيع مايشاينيه من لك القوى والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين عما نوئيل إلهنا وملكنا لك القوى والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح قواتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا لك القوى والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين من مزامير تراتي الأبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين اللهم لا تسكت عن تسبحتي لأن فما الخاطئ وفما الغاشي قد انفتح علي وبكلام بغض أحاطوني وحاربوني مجانا هالليل يا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون فيا في هذه الليلة لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتفرك خراف الرعية ومن بعد قيامتي أصبقكم إلى الجليل فأجاب بطرس وقال له إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك قال له يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيحدي كنت تنكرني ثلاث مرات قال له بطرس لو اضطررت أن أموت معك لن أنكرك وهكذا قال جميع التلميذ أيضا والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون فقال لهم يسوع إن جميعكم تشكون فيا في هذه الليلة لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتفرك الخراف ولكن بعد قيامتي أصبقكم إلى الجليل فقال له بطرس إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح ديكن مرتين تنكرني ثلاث مرات أما هو فقال بإفراط لو اضطررت أن أموت معك فلن أنكرك وهكذا أيضا كانوا يقولون جاميعا والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماريلو البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين سمعانوا سمعانوا هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة ولكني طلبت عنك لكي لا يفنى إيمانك وأنت أيضا متى رجعت فثبت إخوتك زمانا أما هو فقال له يا رب إني مستعد أن أمضي معك إلى السجن وإلى الموت فقال له أقول لك يا بطرس لن يصيح ديكن اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات لتعلم ثم قالا لهم لما أرسلتكم بغير كيس ولا مزود ولا حذاء هل احتكتم إلى شيء أما هم فقالوا له لا فقالا لهم لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبع ثوبه وليشتري سيفا لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في المكتوب وأحصوه مع الأثمة لأن ما كتب من أجلي له تمامه فقالوا يا رب ها هنا سيفاني فقالا لهم يكفي وخرجا ومضا كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه التلميذ أيضا والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماري حن البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين قال يسوع هذا وخرج مع تلميذه إلى عبر وادي الأرز حيث كان بستان فدخله يسوع مع تلميذه ويهوذ الذي كان مزمعا أن يسلمه كان يعرف أيضا ذلك المودع لأن يسوع اجتمع هناك مرارا كثيرتان مع تلميذه والمجد لله دائما طرح الساعة الثالثة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة ولما سبحوا خرجوا من سهيونة وصعدوا إلى جبل الزيتون فابتدأ مخلصنا يقول لتلميذه علانية أنتم كلكم في هذه الليلة تشكون فيها ويكمل المكتوب في هذا الزمان وسائر أقوال الأنبياء الذين قالوا إني أضرب الراعية فتتفرق غنم رعيته وبعد هذا كله أنا أقوم وأصبككم إلى الجليل فقال بطرس أمام إخوته لو جحدوك كلهم إلا أنا يا سيدي فقال له الرب اعلم يا بطرس أنك في هذه الليلة تكحدني ثلاث مرات وإذا صاح الدك عند ذلك تعلم يا بطرس ما يخرج من فيك ولو بلغت واقتربت من الموت لن أكحدك يا ربي وإلهي وهكذا قال بقية الرسل للأبرار بمحبة هذا كله كان لكي يتم قول النبي في المزمور القائل اللهم لا تسكت عن تسبحتي فإن فما الخاطئ فتح علي من هو الخاطئ إلا يهوذ مولود الخطيئة والإثم هذا الذي اقتنى له نصيبا رضيئا من مال الظلم وهو الذي باع سيده للأمم ورفض النعمة واكتسب الخطيئة المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته نبوات الساعة السادسة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة من سفر حسكيال النبي بركات علينا أميم وصارت إلي كلمة الرب قائلا يابنى الإنسان كلها أنتي هي الأرض التي لم تقبل ماء ولم يأتي عليك مطر في يوم غضبي التي مدبروها في وسطها كالأسود المفترسة يخطفون اختطافا يأكلون النفوس بقوة ويقبلون الرشوة وقد قثرت أراملك فيك وكهنتك رضلوا ناموسي ودنسوا مقادسي ولم يميز بين البار والفاجر وبين النجس والطاهر وحجبوا عيونهم عن سبوتي ونجسوني في وسطك رؤساؤها في وسطها كالذئاب الخاطفة اختطافا لسفك الدم لاكتساب كذب لكي يأخذوا بالأفضل كثيرا وأنبياؤها الذين مسحوهم يسقطون لأنهم يرون الباطلة وينمون الكذبة مجدا للسالوس الكدوس كريالا يسون ثوك تيقوم نمبيقو نمبيزمون نمبيع مايشايني مينم مانو قلب النوتي بنقرو ثوك تيقوم نمبيقو نمبيزمون نمبيع مايشايني مينبا شوي سيسوس بخريستوس باسو تيرن أغاسوس ثوك تيقوم نمبيقو نمبيزمون نمبيع مايشايني مين لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين من مزامير تلاتيل بنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين خلصني من أعدائي يا الله ومن الذين يقومون علي أنقذني وانتظرت من يحزن معي فلم يكن ومن يعزيني فلم أجده هالليل يا اللهم طرأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارمت البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين حين إذن جاء معهم إلى حقل يسمى جثماني وقال لتلميذه اجلسوا هاهنا حتى أمديا لأصليا هناك وأخذ معه بطرسا وابني زبدي وابتدأ يحزنوا ويكتئبوا حين إذن قال لهم إن نفسي حزينة حتى الموت أمكثوها هنا واصهروا معي ثم ابتعد قليلا وخرى على وجهه يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكنا فلتعبر عني هذه الكأس لكن ليس كمشيئتي أنا بل كمشيئتك أنت ثم جاء إلى تلميذه فوجدهم نياما فقال لبطرسا أهكذا لم تقدروا أن تصهروا معي ساعة فاصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف ثم مضى أيضا وصل ثانية قائلا يا أبتاه إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئاتك وجاء أيضا إلى تلميذه فوجدهم نياما لأن أعينهم كانت ثقيلة فتركهم أيضا ومضى وصل ثالثة قائلا هذا الكلام بعينه حين إذن جاء إلى تلميذه وقال لهم ناموا الآن واستريحوا هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاط كوموا ننطلق هو ذا الذي سيسلمني قد اقترب والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني فقال لتلميذه إجلسوا هاهنا حتى أصليا وأخذ معه بطرسا ويعقوبا ويحنى وابتدأ يرتاعوا ويحزنوا فقال لهم إن نفسي حزينة حتى الموت أمكثوا هاهنا واصهروا ثم تقدم قليلا وخرى على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكنا وكان يقول يا أبا الأب كل شيء إن مستطاع لك فلتعبر عني هذه الكأس لكن ليس كإرادتي أنا بل كإرادتك أنت ثم جاء فوجدهم نياما فقال لبطرسا أتنام يا سمعان ألم تقدر أن تصهر معي ساعة فاصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف ثم مضى أيضا وصل وقال هذا الكلام بعينه ثم جاء أيضا فوجدهم نياما لأن أعينهم كانت ثقيلتان ولم يعلموا بماذا يجيبونه ثم جاء المرة الثالثة وقال لهم ناموا الآن واستريحوا كدي الأمر وأتت الساعة وها هو ذا ابن الإنسان يسلموا إلى أيدي الخطاط كوموا ننطلقوا فها هو ذا الذي سيسلمني قد اقترابا والمجد لله دائما وأيضا وأيضا من إنجيل معلمنا مارلو البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين فلما جاء إلى المكان قال لهم صلوا لألا تدخلوا في تجربة وبعد عنهم نحو رمية حجر وجفا على ركبتيه وصلى قائلا يا أبتاه إن شئت فلتعبر عني هذه الكأس لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك وظهر له ملاك من السماء ليقويه وحدثا وهو يصلي باشتياق جاثيا على ركبتيه أنصار عرقه كلون الدم يكتر على الأرض ولما قام من الصلاة جاء إلى التلميذ فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم لماذا تنامون كوموا وصلوا لألا تدخلوا في تاج ريبات والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماري يحن البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين فأخذ يهوذ الجمعة وخداما من عند رؤساء الكهنة والفرسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح وإن يسوع وهو عارف بكل ما يأتي عليه خرج وقال لهم من تطلبون أجابوا وقالوا له يسوع الناصرية فقال لهم يسوع أنا هو وكان وكان وقفا معهم يهوذ المزمع أن يسلمه فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فسألهم أيضا من تطلبون فقالوا يسوع الناصرية أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو فإن كنتم تطلبون ني فدعوا هؤلئي ليذهبوا ليتم القول الذي قاله إن الذين أعطيتهم لي لم أهلك منهم أحدا والمجد لله دائم ترح الساعة السادسة من ليلة الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة طرق مخلصنا يسوع جبل الزيتون وأتى إلى الجسيمانية مع الرسل وهكذا قال لتلاميذه اجلسوا هنا حتى أمضي لأصلي وأخذ بطرسة مع الأخوين الطاهرين ابني زبدي وبدأ يقول في صلاته من أجل آلامه التي سينالها وهكذا قال لخواصه اصهروا معي في الصلاة وابتعد قليلا وخر على وجهه وصل قائلا بحزن قلب يا أبتاه إن كان يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك ثم عاد وقال إلى تلاميذه فوجدهم نياما بحزن عظيم فأيقظ بطرسة وقال ألا يجب عليك أن تصهر معي ساعة واحدة صلوا بلا فطور لكي لا تدخلوا في تجربة والمرة الثانية صل هكذا من أجل الكأس لكي تعبر عنه والمرة الثالثة هكذا صل بهذا الكلام الذي قاله كو مصهر معي واترك النوم فقد اقترب الذي يسلمني الويل لك يا يهوذ أكثر من جميع الناس فإن خطاياك تضاعفت أكثر من خطايا آبائك جحت البركة وأحببت اللعنة فحلت عليك إلى آخر الظهور المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته نبوات الساعة التاسعة من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة من سفر إرمية النبي بركات علينا أمين من أجل ذلك هكذا يقول الرب ها أنا ذا أمحصهم وأمتحنهم وسأصنع أمام شر ابن الشعبي لسانهم سهم حاد وكلمات أفواههم غاشة يتكلم مع قريبه كلاما سلاميا والعداوة في قلبه أعلى هذا لا أفتقدهم يقول الرب أم لا تنتقم نفسي من شعب كهذا قل نوحا على الجبال وابكي على طرق البرية لأنها قد طركت وليس فيها إنسان لم يسمع صوت سكان من الطير إلى البهائم تحيرت وهلكت وسأنقل أرشليم وأصيرها مسكنا للتنانين ومدن يهوذة أجعلها للهلاك ولا يكون فيها ساكن مجدا للثالوث الكدوس من سفر حسقيال النبي بركات علينا أمين وأنت أيضا يا ابن الإنسان تنبأ وقل هذا ما يقوله الرب لبني عمون وتعييرهم وكل السيف أيها السيف المسلول للذبح المسكول للإفناء قم وبرك برؤياك الباطلة وللتهديد بالكذب لتقطع أعناق المخالفين الذين قد قربت أيامهم وكمل زمان ظلمهم ارجعي ولا تستريحي في المكان الذي ولدت فيه سأدينك في أرضك وأفيد عليك رجزي وبنار سختي أنفخ عليك غضبي وسأسلمك للبربري واكتساب الهلاك فتكونين مأكلا للنار ودمك يكون في وسط أرضك ولا يكون لك ذكر لأني أنا الرب تكلمت مجدا للثاروث الكدوس معيش عين يامين لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين عما نؤيل إلهنا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح مخلص مخلص الصالح قواتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص مقدسا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين من مزامير تراتي الأبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا آمين المتكلمين مع أصحابهم بالسلام والشرور في قلوبهم أعطهم يا ربك حسب أفعالهم ومثل شر أعمالهم هالليل يا فليخزى ويخجى الجميع الذين يطلبون نفسي وليرتد إلى الوراء ويفتضح الذين يتآمرون علي بالسوء هالليل يا اللهم اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين وفيما هو يتكلم إذا يهوذا واحد من الاثنى عشر قد أقبل ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وكان المزمع أن يسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبل فاهو هو هو فأمسكوه وللوقت تقدم إلى يسوع وقال له سلام يا معلم وقبل فاهو فقال له يسوع يا صاحب أهذا الذي جئت من أجله حين إذن ألقوا أيديهم على يسوع وأمسكوه وإذا واحد من الذين كانوا مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى حين إذن قال له يسوع رد السيف إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع أن أطلب من أبي فيقدم لي الآن ها هنا أكثر من 12 جيش من الملائكة فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون وفي تلك الساعة قال يسوع للجموع كأن ما على لس خرقتم بسيوف وعصي لتمسكوني أما كنت أجلس كل يوم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني وهذا كله قد كان لتتم كتب الأنبياء حين إذ انتركه التلاميذ كلهم وهاربوا أما هم فأمسكوا يسوع وقدموه إلى قياف رئيس الكهنة حيث اكتمع الكتبة والشيوخ وكان بطرس يتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة فدخلا وجلس مع الخدام لينظر النهايات والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذ أحد الاثني عشر ومعه جمع بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وكان المزمع أن يسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبل فاهوه وهو فأمسكوه واخذوه بحرس وللوقت جاء وتقدم إليه وقال يا معلم وقبلا فاهو فألقوا يديهم عليه وأمسكوه فاستل واحد من الواقفين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فأجاب يسوع وقال لهم كأنما على لس خرقتم بسيوف وعصي لتقبض علي كل يوم كنت عندكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني ولكن لكي تكمل الكتب فطركه الجميع وهرب وكان يدبعه شاب مرتديا إزارا على عريه فأمسكوه أما هو فطرك الإزار وهرب عاريا فأخذوا يسوع إلى رئيس الكهنة قيافة واكتمع إليه رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وكان بطرس يتبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدام يصطلي عند الضوء والمجد والمجد لله دائما وأيضا وأيضا من إنجيل معلمنا مار لوق البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين وفيما هو يتكلم إذا جمع يتقدمهم المدعو يهوذا أحد الاثنى عشر فدنا من يسوع وقبل فقال له يسوع يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان فلما رأى الذين حوله ما كان قالوا يا رب أن اضرب بالسيف وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه ليمنا فأجاب يسوع وقال كفى إلهنا ولمس أذنه وأبرأها ثم قال يسوع للذين جاءوا إليه من رؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ كأنما على لص خركتم بسيوف وعصي وقد كنت معكم كل يوم في الهيكل ولم تمدوا علي أيديكم ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة فلما أمسكوه جاءوا به وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة وكان بطرس يتبعه من بعيد ولما أدرموا نارا في وسط الدار وجلسوا كان بطرس أيضا جالسان في وسط هم والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماريو حن البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين وكان مع سمعان بطرس سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى وكان اسم العبد ملخص فقال يسوع لبطرس ضع السيف في غمده الكأس التي أعطانها أبي ألا أشربها ثم إن الجمع وقائد الألف وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه وقدموه إلى حنان أولا لأنه كان حما قياف الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود قائلا إنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب والمجد والمجد لله دائما ترحي ترحي هم علامة قائلا إن الذي أقبله هو هو فأمسكوه وعرفوه من ذلك الوقت الذي أصنع به هذا إذا دنوت منه لأقبله وأخاطبه هو هو فأمسكوه وأتى إلى يسوع وقال له السلام يا معلم وقبله فقال له يا صاحب كيف تجاصرت أن تسلمني بقبلة إلى الأمم فأسرع واحد واستل سيفا وقطع به أذن عبد رئيس الكهنة فقال يسوع رد السيف إلى غمده فإن الذي يقتل بالسيف بالسيف يموت وأنا يمكنني أن أحضر ربوات الملائكة لتحارب أمامي حينئذ لما ناظر التلاميذ هذا هربوا وتركوه مع الجمع الكثير فأتوا به إلى قياف رئيس الكهنة وجماعة الكتبة والناموسيين وكان سمعان بطرس يتبعه حتى جلس عند باب رئيس الكهنة الويل لك يا يهوذ لأنك احتملت عقوبة لا شبيه لها ولبست اللعنة مثل الثوب فنصيبك يكون مع الزنات أيها المخالف المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته نبوات نبوات وادي مصر وأنتم فاجمعوا بني اسرائيل واحدا واحدا ويكون في ذلك اليوم أنه يبوق بالبوك العظيم فتأتي الشعوب الكثيرة التي ضلت في كورة الأشوريين الموصل والذين تاهوا في مصر وسيسجدون للرب على جبل سهيون المقدس بأرشاليم الويل لإكليل الهوان المستأجر الذي لإفرايم الزهرة الحسنة التي سقطت من المجد على رأس الجبل الدسم السقار بغير خمر هو ذا غضب الرب قوي وصعب كبرد نازل وليس تحته مظلة يؤتي عسفا كسيل المياه الغزيرة الجارفة في الكورة وتصير راحة راحة للأرض ويصنعها لأيديهم وأرجلهم ويداس إكليل الخزي المستأجر الذي لإفرايم وتكون الزهرة الساقطة من رجاء المجد تحت الجبل العالي كمثل أساس التينة الذي ينظره فقبل أن يتناوله يريد أن يلتهمه في ذلك اليوم يكون رب الصباوط إكليل رجاء المجد الذي دفره لبقية شعبي وتبقى روح محاكمة على محاكمة وتمنع القوة عن الفساد لأن هؤلاء ضالون من الخمر وتائهون من المسكر الكاهن والنبي ترنحا من الخمر واضطربا من سكر المسكر وضلوا وهذا هو حلم اللعنة اللعنة تأكل مشورتهم مشورتهم التي هي جور على من تقولتم الشر وعلى من جدفتم على المفطومين من لبنهم المفصولين عن الثدية عن الثدي انتظروا شدة على شدة عن قليل وبعد قليل انتظروا رجاء على رجاء عن قليل وبعد قليل من اجل شتيمة الشفاه وايضا يتكلمون مع هذا الشعب باللسان دغل القائلين له ان هذا هو راحة الجياع وهذا هو انحطام ولم يريد ان يسمعوا ستكون لهم كلمة الرب الاله ضيق على ضيق ورجاء على رجاء عن قليل وبعد قليل لكي يذهبوا ويسقط كثير منهم الى الوراء ويتضايق وينكسر ويهلك من اجل هذا اسمعوا قول الرب ايها الرجال العتات المتسلطون على هذا الشعب الذي في ارشاليم لانكم قلتم قد قررنا عهدا مع الجحيم وميثاقا مع الموت واذا ما هب الريح العاصف من جهتنا لا يعبر علينا لاننا قد جعلنا الكذب رجاءنا وفي الكذب استطرنا مجدا للثالوث الكدوس كرياليسون عيش عين يامين لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الابد امين عما نوئيل الهنا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الابد امين يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الابد امين من مزامير تراتي الابنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا امين لماذا ارتجت الامم وهدت الشعوب بالاباطيل قامت ملوك الارض والرؤساء اجتمعوا معا على الرب وعلى مسيحه الساكن في السماوات يضحقوا بهم والرب يمكتهم حين اذن يكلمهم بغضبه وبركزه يقلقهم هالليل يا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين واما 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 رؤساء الكهنة والمحفل كله فكانوا يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه فلم يجدوا وحضر شهود زور كثيرون واخيرا حضر اثنان وقال ان هذا قال اني اقدر ان انقض هيكل الله وفي ثلاثة ايام ابنيه فقام رئيس الكهنة وقال له اما تجيب بشيء عما يشهد به هذان عليك اما يسوع فكان ساكتا فقال له رئيس الكهنة استحلف ك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله الحي قال له يسوع ان تا قلت وايضا اقول لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالس عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء فشق رئيس الكهنة حين اذ انثيابه قائلا لقد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها قد سمعتم الان التجديف فماذا تراونا اما هم فاجابوا وقالوا انه لمستوجب الماء اوتي حين اذن بصقوا في وجهه ولكموه ثم ضربوه قائلين تنبأ لنا ايها المسيح من الذي ضربك اما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت اليه جارية قائلتان وانت ايضا كنت مع يسوع الجليلي اما هو فانقر قدام كل احد قائلا لست ادري ما تقول لنا ثم خرج الى الدهليز فرأته اخرى فقالت للذين هناك هذا ايضا كان مع يسوع الناصرية فانقر ايضا بقسم اني لست اعرف هذا الرجل وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا انت ايضا منهم فان لهجتك تظهرك فابتدأ حين اذن يلعن ويحلف اني لا اعرف هذا الرجل وللوقت صاح الديك فتذكر بطرس الكلام الذي قاله يسوع له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج وبك بكاء مر والمجد لله دائما وايضا من انجيل معلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين اما رؤساء الكهنة والمجمع كله فكانوا يطلبون شهادة على يسوع لقتله فلم يجدوا لان كثيرين كانوا يشهدون عليه زورا ولم تطفق شهادتهم ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين نحن سمعناه يقول اني انقض هذا الهيكل المصنوع بالاياد وفي ثلاثة ايام ابني اخر غير مصنوع بايد ولا في هذا كانت شهادتهم تطفق فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا اما تجيب بشيء عما يشهدون به هؤلاء عليك اما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة ايضا وقال له انت المسيح ابن المبارك فقال له يسوع انا هو وسوف تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا مع سحاب السماء فمز رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتكم بعد الى شهود قد سمعتم التجديف فما رأيكم فحكم عليه الجميع بأنه مستوجب الموت فابتدأ قوم يبصكون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له تنبأ لنا أيها المسيح من هو الذي لطمق الآن ثم تناوله الخدام باللطم وبينما كان بطرس في أسفل الدار جاءت إحدى جوار رئيس الكهنة ولما رأت بطرس يصطلي تفرصت فيه وقالت له أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري أما هو فأنكر قائلا لست أدري ولا أعرف ما تقول وخرج إلى موضع خارج الدار فصاح الديك فأبصرته الجارية أيضا وقالت للحاضرين إن هذا منهم أما هو فأنكر أيضا وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس حقا أنت منهم لأنك جليلي وكلامك يشبه كلامهم أما هو فابتدأ يلعن ويحلف إنني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه فصاح الديك للمرة الثانية فتذكر بطرس الكلام كما قال يسوع له إنك قبل أن يصيح ديك مرتين تنكرني ثلاث مرات فشرع يبكي والمجد لله دائما وأيضا وأيضا من إنجيل معلمنا ماري لوك البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين أما بطرس فرأته جارية جالسا عند الضوء فتفرصت فيه ثم قالت إن هذا أيضا كان معه أما هو فأنقر قائلا لست أعرفه يا امرأة وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت أيضا منهم فقال بطرس يا رجل لست أنا ولما مضى نحو ساعة كان آخر يؤكد قائلا في الحقيقة هذا أيضا كان معه لأنه جليلي أيضا فقال بطرس يا رجل لست أعرف ما تقول وللوقت بينما هو يتكلم صاح دي إيكو فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس قول الرب كما قال له إنك قبل أن يصيح دي كن اليوم تنكرني ثلاث مرات فخرج بطرس خارجا وبكى بمرارة والرجال الذين أمسكوه كانوا يهزأون به ويدربونه وغطوه وكانوا يسألونه قائلين تنبأ لنا من الذي ضرب كا وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولونها عليه مجدفين والمجد لله دائما وأيضا من إنجيل معلمنا ماري يحن البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين وكان سمعان بطرس وتلميذ آخر يدبعان يسوع وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة فدخلا معا يسوع إلى دار رئيس الكهنة وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا فخرج التلميذ الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس فقالت الفتاة البوابة لبطرس ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الرجل أما هو فقال لا وكان العبيد والخدام واقفين وقد أدرموا جمرا لأنه كان شتاء وكانوا يصطلون وكان بطرس أيضا معهم واقفا يصطل فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلميذه وعن تعليمه فأجابه يسوع قائلا أنا كلمت العالم علانية وكنت أعلم كل حين في المجامع وفي الهيكل حيث يكتمع كل اليهود ولم أقل كلمة في الخفاء لماذا تسألني سأل الذين سمعوا ماذا قلت لهم هو ذا هؤلاء يعرفون ما قلته أنا ولما قال يسوع هذا لطم يسوع واحد من الخدام الواقفين قائلا أهكذا تجاوب رئيس الكهنة فأجاب يسوع وقال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تضربني حين إذ أرسله حنان موثقا إلى قياف رئيس الكهنة وكان سمعان بطرس واقفا يصطلي فقال له ألست أنت أيضا من تلاميذه أما هو فأنقر وقال لا فقال له واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه أما رأيتك أنا معه في البستان فأنقر بطرس أيضا وللوقت صاح أديك والمجد لله دائما طرح الساعة الحادية عشر من ليلة الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة استمع استمعوا داود ملك أرشليم يبكت رجالها والسكان فيها قائلا لماذا الأمم رفعوا أصواتهم والشعوب تكلموا بالأباطيل قامت ملوك الأرض ورؤساؤها واكتمعوا معا هؤلاء اكتمعوا على الرب وعلى مسيحه مخلص العالم علم داود بالروح القدس ما سيكون بأرشليم التي صارت مجمع باطل في دار رئيس كهنتها فإنهم كانوا يطلبون شهادة تزور على يسوع ليحكم عليه بحكم الموت فشهد عليه رجال كثيرون فلم تتفق شهاداتهم إلا رجلان جاء أخيرا وشهداها كذا أمام المجمع بأنه قال انقذ هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام قال رئيس الكهنة لما لا تجيبني إن كنت أنت ابن الله فقل الحق قال الرب أنت الذي قلت أني أنا ابن الله فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال لسنا نحتاج إلى شهادة قد جدف وتجديفه سمعنا وفي هذا كله كان سمعان بطرس واقفا يصطلي فقال له واحد أنت تلميذ لهذا الجليلي فقال لا وآخر قال أنت أيضا رجل جليلي فقال لست أنا ثالث دفعة قال له آخر أنا رأيتك معه في البستان فحرم نفسه وحده قائلا إني لا أعرف ما تقولون وعندما صاح الدكو تيقظ بطرس وخرج إلى خارج وبكى بكاء مر المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكيب آلامه يخلصنا فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته تعيشوا وتصلوا ونتقابل في كراءات يوم الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة هنبقى بنعمل فيديو لكل ساعة من السواعي لأن كراءات الجمعة العظيمة كبيرة خالص فهنبقى بنعمل صلاة بكر من الجمعة العظيمة لوحدها وبعدين هنقفل ونفتح تاني صلاة التالتة وبعدين الستة والتسعة وهكذا لغاية الساعة سانية عشر كل سنة هنبقى بنعمل تطعي بيو